أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النجم مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوى وما جنطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما جرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البسر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالسة الأخرى أَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُقْسَعَ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ زِيْظَا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَعُرِضْ أَمَّنْ تَوَلَّا أَنْ زِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أصاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةَ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي سُخُفِ مُوسَى وَإِبَرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ بِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْجَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُتُفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطُوَّى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّا هَا مَا غَشَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْأَازِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا